مالش انا هعارض الكل كل بيغلط الانبا ارمية كرم الله واجهه انا بعترض عليهم الانبا ارمية مغلطش ليه مغلطش ازاي يا جماعة دا 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 عمل حاجات زي زي الكبائق او مغلطش الصراع من عشرين سنة من عشرين سنة والانبا ارمية مع احترامي الكبير لقداسته او لنيافته لكن انا بقول حقائق من التاريخ انا فاكر ايام صورة 25 يناير وصورة 25 يناير وانا فاكر لما هو كان بيتزعم عدم المساس بالمادة السلسة من الدستور المصري عدم المساس بهوية الدولة المصرية بانها دولة اسلامية لان هدده محمد بديئة هدده بانه هيعمل مسيرة من عشرين مليون وترجع الدولة اكثر ازلما مما سبق ومعان كان فيه الانبا بولا مرشح في لجنة الخمسين لاختيار تعديل الدستور او الابقاء عالي مناقشة حولها الدستور وان المادة التالتة تفضل موجودة ولا نشيلها لكن هو تدخل وتعاطف مع وسمي ساعته على فكرة سمي رجل الاخوان الاول رجل الاخوان الاول الرجل مسؤول ورئيس المركز الثقافي القطي الرجل ما عرفش هو لسه مسؤول عن قناته ماري موركوس النطقة باسم الكنيسة الرجل ليه سطوة كبيرة بتعترض عليه ليه هو بيمارس سلطاته بيمارس سلطاته هو بيمثل تلات ارباع الاقباط في مصر ها امت اعترضتوا على حاجة انا اسف في الكلمة الربع اللي بيعترض والربع اللي بيعترض بيوقعوا برضو امت اعترضتوا على حاجة البيتة فالحوصة طالعة من تحت رجلكم عمالة تشتم في الكنيسة وتشتم في الدين المسيحي عملت ايه الانبا الانبا ارمياء متفرغ في هجم الكنيسة ها بقولك كده لما تطلع السنة المحمدية السمحاء نضيفة ونقية وزي الفل يبقى انت اسلامت يا امبا ارمياء يبقى انت اسلامت عبين وبينك لو المسلمين في مصر يعني بيحسبوها صح لو ملاقوكش دخلت المسجد كل شوية تصلي معاهم ممكن يقيموا عليك حد الرد ها يقولك الله انت مش كنت معنا مش قلت السنة المحمدية سمحاء ونضيفة ومحترمة وزي السكر ولازم ناكلها اكل واحنا دولة يعني بتحب الاسلام وبتحب السنة بتحب السنة وتحب الاسلام يعني ايه يعني انت اسلامت يا قدست الاسقف انا اسف صدقوني انا ما بحبش انا انا ترددت لان الناس اصرت علي انت بكلمتك بتسمع انت محسوب علينا ما تطلعش تهد فيكو ايه ما انتو بتحدونا يعني احنا نجيب الناس وانتو تطيروا الناس احنا نجيب المؤمنين من الحظيرة الاخرى ونجوا الاختبارات ونبين البلاول في الاسلام وانت عمالة تنظف شغال معهم بالكرور ماسك علبة الكرور والبتاع وتزيل الاوساخ يا عمي خليك في كنيستك خليك في نفسك هرام عليك انا فاكت ثورة الشباب الاقباط 2013 تقريبا لما افندينا الانباء ارمية طالب بعدم المساس بالمدة التالتة من الدستور بان مصر دولة اسلامية ودينها الرسم الاسلام الشباب الاقباط اعترضوا وقدموا عريضة للانباء بخومي الساعتها اللي كان مسؤول كان قام معمال البابا كان لسا البابا تدرس مجاش وما حدش يتحرك حدش يتحرك الراجل بيعود من وقت الاخر يدور على سلطانه وعلى سلطاته بيدور على سلطانه وعلى سلطاته لما يلاقي ما يلاقلوش دور يطلع انت مالك بنتي بتتخطف كل يوم على الاقل ده اللي بيعلن عنه بس اللي بيعلن عنه اللي بيعلن عنه بس بنت او اتنين بتخطفوا كل يوم طبعا هي عشرات البنات بتتخطف حتى لو راحت بمذاكه حتى لو راحت بمشكلة حتى لو واحد ضعك عليها انت فين كاب انت اب انت اب بتشوف العيال دي ايه اللي بيحصل اتصدر لمشاكل الكنيسة بدل ما تكون حجر عصرة حتى انت حجر عصرة للمتنصرين انت 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 بتهين ايماننا انت بتهيننا انت مش بتهين الأقباء انت بتهني بتهني ازاي انا كنت اعرف السنة السمحاء وطركتها ازاي ازاي اترك السنة السمحاء ولان ما هي سمحاء اش اسيبها ليه انت انتنا كلنا اخواننا انا اسف الانبا الانبا بولا الانبا ارمية اقول الانبا بولا برضو بيعمل حاجات الانبا ارمية يا قدس البابا يعني يرجع الدير ريحوش وقف الدير سنة ولا اتنين ارجوكم كفاية مهازل كفاية الله ما هو بيقولك ما هو لما فادوة تطلع تستسخر تستاذق بالمسيحية ويطلع الانبا ارمية يقول الاسلام والسنة في سمحاء نعترض عليه بقى على فدوة؟ نعترض ليه على فدوة؟ نعترض ليه على على عبدالله الرجلي؟ نعترض ليه على كل من يوهين المسيحية وصدر небольшى محن صدرين المسيحية محن صدرين المسيحية مفروض المسلمين يقولين ننظفوا نفسوكم الأول وبعدين últimos وبتعلوا لنا شوفوا نفسوكم في الأول انتوا اللي بتقولو مش احنا احنا بننتبع طريقكم بتقولو ايه بنعمل زيكم انتو احنا هنهدلك المسيحية دي إلى هي ولكن نور الله لا يمكن يندثر لا يمكن يندثر المسيحية هي نور الله الحقيقي هي الدين الحقيقة على الأرض هي الخلاص لكل البشرية صدقوني مهما عملوا ومهما كان عشرات الأسقفة اللي خرجوا عن الطريق الكنيسة لازم ترجع قوية لازم تقوم الناس دي مهما كانت سلطتهم أو سطوتهم الرب يبرككم سلام الرب معكم امين